شاهدين الكرام الحديثي حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور طارق الكوبيسي استشاريه الطب النفسي والسلوكي عبر الهاتف من لندن أهلا بكم دكتور طارق بداية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وانتشاره السريع في إيران ما هي الإجراءات الوقائية المفترضة اتخاذها من قبل السلطات الحكومية في بغداد في ظل الهيمنة الإيرانية على مفاصل كثيرة من العراق والتي لا تخفى على أحد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الكرام الحقيقة أنه الإجراءات المفترض أن نتخذها هي إجراءات منظمة الصحة العالمية التي وصلت بها نعم فالإجراءات هي ليست بغريبة طبعا أنا هنا طبيب نفسي ولست طبيب صحة عامة نعم ولكن أقول لكم عن الأشياء التي لدينا هنا في إنجلترا نعم كل يوم تنسل لنا نشرة للمستشفى وبالمستقصة صحية عن المستجدات حول الكورونا ليس فقط من ناحية الحجر الصحي وإنما عن كل المعلومات وأشبابها وكيفية الوقاية منها فالعراق باعتبارها إحدى الدول المساهمة في منظمة الصحة العالمية تصل نشرة الصحة العالمية فالجزء الأول أحد هو تنوير الشارع العراقي وأيضا تزويد أطبانا الكرام وال منظوين الصبارة الصحية في المستجدات طيب دكتور يعني نحاول أن نضبط الحجود نعم بكل المنافذ ومن كل الأطراف المنافذ البحرية المنافذ الجوية المنافذ أيضا البرية دكتور طارق يعني إذا سمحت لي طبعا أنا أشكر حضرتك على تفضلك بالمشاركة معنا وأنت استشاري نفسي لكن مع هذا نستفيد من خبرتكم الطبية أكيد الواسعة بأساسيات مواجهة هكذا النوع من الفيروسات التي اشتاحت العالم يعني أنتم تعلمون دكتور أن العراق بلد ليس مؤهل بالنسبة لقطاعه الصحي نتحدث بالعموم الآن كيف يمكن لبلد بهذه الرداءة على المستوى الصحي أن يتعامل مع هكذا فيروس لم يتم إيجاد علاج له أو مصل له و يعني حقيقة لا توجد أيضا اكتراثة أو لا يوجد اكتراث من قبل القائمين على الحكم في العراق تجاه القطاع الصحي بشكل من الطبيعي يعني أنه هذه الافضاء الجوانب الصحية يجب أن تكون متوفرة وأنا 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 متأكد أنه عدنا في العراق كوادر الصحية كبيرة ممكن أن استاهم في درء القطر وهذه ليست مرة كولى بالنسبة لأطباءنا الكرام والكوادر الصحية أن يتجاوزون محن مثل هذه فشبق أن اتجاوزنا محن في دونز الطيور ومحن الكوليرا ومحن كثيرة المشكلة ليست مشكلة أطباء وخيرة إنما أعتقد هناك يجب أن تكون النظم الصحية والناس المسيطرين بالجانب الصحي على أن يكون هناك جدية في التعامل مع هكذا وضاء نعم دكتور يأكل الأخضر واليابد دكتور أنا أشكرك شكرا جزيلا وبالطبع نحن نثق وبأطبائنا لكن لا توجد ثقة في المؤسسات الصحية الحكومية الدكتور طارق الكوبيسي استشارة طب النفسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن